اشتركوا في القناة جديد على قناة ارثوز احمد فرحيق الفن. النهاردة ان شاء الله دارسين اللي هتكلم عنه هو رسومات الرمزية في الشعارات. وهنحتاج فيه الالوان الخشبية والالوان الفلوماستر. وهنحتاج فيه الورقة اللي هنرسم عليها. وهنحتاج المساحة والمبرصاص. اي شعار بيمر بمجموعة مراحل في تصميمه. اول حاجة هي الفكرة. اي هي فكرة الشعار? طبعا فكرة الشعار بتشد الناس وبتخليه يشعار له شكل معين او رمز بيميزه عن غيره. طب الفكرة زي ايه? زي مثلا جماعة بتاعت الايتام. خارت الحديث الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. اللي كان في اليتيم. فخارت السبعين وعملتهم هم الشعار. ومعهم ايه مجموعة من الاشكال اللي هي السلوة اللي تمثل الاشخاص. اه فده دي الفكرة اللي اتعملت. اه احنا مسلا عندنا فكرة في التربية الفنية او الشعار بتاعنا النهاردة في التربية الفنية. ممكن مسلا نعمل الفرش مسلا طلع منها مجموعة من الالوان. والمجموعة من الالوان ديت مسلا كتبة التربية الفنية. او ان نعمل مسلا بلتة الوان. بلتة الوان اه مسلا في اه انابيب اه معينة مسلا دخلها في الشايلة مسلا البلتة دي بشكل معين. يبقى دي الفكرة اول حاجة. بعد كده اختيار العناصر العناصر اللي هي الرموز اللي اتفقنا عليها احنا قلنا الشعار في مجموعة من الرموز اللي هي بنرسمها هي دي اسمها عناصر العناصر هرسمها هنا ايه في الفنية هرسم البلدة بتاعة الالوان هرسم اقلام الالوان ممكن هرسم الانبيب الالوان نفسها ممكن هرسم مساحات لونية ممكن هرسم حروف ولونها بالالوان ممكن هكتب كلمة تربية الفنية او جماعة النشاط الفني ممكن أستخدم كمان معي الفرشاه بأنواعها وهكذا طيب تخيلوا الشعار بعد كده أبدأ بعد ما اخترت العناصر والفكرة أبدأ أتخيل الشكل إن شاء الله أرسموا مكروك كده مثلا بألم خفيف على الورقة وبعد كده أبدأ في مرحلة التنفيذ لكن هل الشعار مهم ولا الشعارات دي غير مهمة طبعا الشعارات دي لها دور كبير جدا بالأخص في الشركات الكبيرة والمؤسسات الحكومية وخاصة فهي ليه مهمة بالنسبة للمؤسسات والحاجات اللي احنا تكلمنا عنها دي مهمة لإنها هي بتمثلها يعني بمجرد مثلا المشوف دلوقتي لو أنا مثلا ماشي في الشارع وبعدين لقيت صور كده أو مبنى ومرسوم عليه مثلا دايرة والدايرة دي جواها كتاب مفتوح وجواها مسلس ومسطرة هعرف إن دي إيه على طول هعرف إن هي مدرسة يبقى دي مؤسسة تعليمية فيبقى معنى الكلام اللي بنقوله دوت إن الشعارات دي هي عبارة عن دلالات خاصة لها إيه لها معنى يعني بترمز إيه لها معاني معينة مثلا التربية الفنية الشعار بتاعها بيكون شكله إيه بيكون في مجموعة من الرسومات الرسومات دي اسمها رموز يعني الشعار نفسه بيحتوي على مجموعة من الرموز الرموز دي اللي هي العناصر اللي بنرسمها سواء كانت فنية أو سواء كانت جهة حكومية أو كده الرموز في التربية الفنية تعتبر إيه الفرشاة الأنبوب بتاع الألوان أقلام الألوان نفسها البلدة حاجة الألوان فبالتالي أنتو لما تشوفوا العناصر دي هتقولوا إن ده تخص بإيه هتخص بالرياضيات مثلا لا هتقولوا ده خص بإيه خص بالتربية الفنية يبقى أنا عملت في الشعار بعض الدلالات من خلال الرموز اللي أنا رسمتها الدلالات دي ادت إشارة للمخ قالت إن دي ايه لها معنى معين معنى إيه هو معنى التربية الفنية حاجة تخص التربية الفنية سواء كان شعار للتربية الفنية أو لجماعة النشاط الفني أو 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 إلى أخير أي حاجة خاصة بالإيه بالتربية الفنية هو ده معنى الشعار نبدأ في الألوان وأول لون مثلا ناخده هنا اللي هو المساحة اللونية دي هنعملها اللي هو اللون الإيه الأزرق ده معنى الشعار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نقدر نشتغل الموضوع بشكل كويس الشعار وقالنا الشعار دوت بيمثل ايه هيمثل التربية الفنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحقيقة عملنا جوه من قطرات الالوان في التصميم عملت شكل بديع وخدمة التصميم او خدمة الشعار بتاعنا وطبعا اشكال اخرى زي القرات يعني بنعمل الوان على السن هي على السن هو شعار للتربية الفنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته